كل عام وأنتم بخير أعياد الربيع شم النسيم وعيد القيامة المجيد وعيد العمال حزمة من الأعياد والمناسبات التي تستدعي منا أن نهنئ بعضنا بعضا كل واحد فينا يهنئ الآخر بمناسبة عيد العمال إن شاء الله خلال ساعات فيه احتفالية كبيرة بعيد العمال بيحضرها سيد الرئيس النهاردة عيد شم النسيم وعيد شم النسيم اللي هو عيد الربيع وما أجمل الربيع وما أحلى الربيع وما أروع أن نشعر بوجود الربيع فالعين ترى ما في الروح وترى ما في القلب ربما كان الربيع له شعراء تغنوا به وله قصص تغنت به وكثير من الأعمال الفنية تبعناها وسعدنا بها كثيرا بتتحدث عن الربيع وحلاوة الربيع وجو الربيع فكل عام وكل مصر وكل العالم وكل الإنسانية بخير بمناسبة هذه الأعياد أو هذه اللحظة أو هذه الفترة التي نرى فيها الظهور تتفتح نرى فيها هذه الأوراقة التي تساقطت مع الخريف تبدأ من جديد في الإظهار وتبدأ الحياة تنتعش من جديد بيبعد في الحياة حيوية مع هذا التوقيت وفي نفس الوقت أعياد القيام المجيدة الإخوة المسيحيين بيحتفلوا وبعد أيام قليلة سوف نبدأ في استقبال شهر رمضان الفضيل إذن هذه الفترة هذه اللحظة بتمثل تضافر لمجموعة من الأعياد بشكل يعكس مصرية الحدث وأنه كل المصريين إن شاء الله كل واحد بيقابل تاني بيقوله دايما كل سنة ونطيب سواء عامل سواء صاحب عمل سواء واحد بيقول كل سنة ونطيب بالربيع ولا شام النسيم ولا نسيح ولا مسلم فكل سنة ومصر دايما بيقوله